فيات الجزائر تخصص منصة رقمية لاستقبال طلبات على أنواع سياراتها السلام عليكم ورحمة بكم خوتي لا تنسوا اشتركوا معنا في القناة فعلوا الجرس دلونا جملة فيديو باش كل يوم يوصلكم الجديد ان شاء الله تفاديا لأي تعراقي لشراعة فيات الجزائر في اعتماد نظام جديد لاستقبال طلبات الزبائن على موديلاتها التي تسوق في الجزائر المنصة الرقمية التي اعتمدتها فيات هي على مستوى الوطن وتضم جميع كلائها عبر الولايات اين يتم تسجيل اسماء الزبائن الذين يرغبون في شراء سيارات فيات حتى من دون توفر المخزون مع تقديم بطاقة التعريف الوطنية ومختلف تفاصيل الطلب نوع المركبة وخصائصها التقنية ليتم بعد ذلك تسجيلهم في منصة رقمية على مستوى كل واكيل دون دفع اي تسبيق والاتصال بهم مباشرة عند توفر المخزون حسب الترتيب في هذه المنصة فيات الجزائر اكدت ان هذا النظام الجديد جاء لتكريس الشفافية وامتصاص العديد العدد الكبير من طلبات الزبائن التي فاقت كل التوقعات حيث يمكن لاي مواطن يرغب في شراء سيارة فيات قصد الوكيل المعتمد الغريب من مقر رقمته وتسجيل اسمه في القائمة الانتظار الرقمية التي يمكن الولوج اليها من الإدارة المركزية لشركة ومعرفة عدد الزبائن على مستوى الوطني كما كشفت فيات انها تعمل على تقليص مدة تسليم السيارات وتلبية طلبات الزبائن بزيادة وتيرة الاستيراد التي ستصل الى 12 الف سيارة شهريا بداية من الشهر القادم وسيساهم تدشير مصنع فيات بوهران شهر ديسمبر المقبل في امتصاص طلب الكبير للزبائن الذين وضعوا ثقتهم في العلامة الإيطالية التي نالت ثقة الجزائريين من جهة أخرى أكدت الأصداء التي وصلت من مختلف قاعات العرض عبر الوطن أن فيات تيبو تربعت على حصة الأسد من في طلبات الزبائن فيما يتعلق بالسيارات السياحية وهذا راجع إلى طبيعها العائلي وسعرها التنافسي الذي يبدأ من 199 مليون سنتيم مقارنة بالسيارات الجديدة المسوقة من طرف التجار المتعددي العلامات لا تنسوا اشخوتي اشتركوا معنا في القناة فعلوا الجرس ديروا نجاح من الله فيديو ربي يحفظكم ان شاء الله